لما تبدأ المشيمة تبدأ تتكون هل المشيمة هو هذا عضو مستقل هل المشيمة هي مجرد هي مصفى تصفي الجنين من خلاء من الشوائب والمواد الضارة التي تدخل الجسم وتكون موجودة في الأم هل الأم المصابة بالإنفلوانزا ولا بأي دل سل ودارن ولا حتى كانسر ولا فشل كلوي هل المشيمة تقدر تحمي الجنين من كده هل المؤهلة تحميه من كده هل الأم اللي تعرضت إلى سرطان وخدت إشعاع وكماوي والجسم تعرض إلى كده والبيضات بتاعتها تعرضت إلى كده هل لما تحمل هل فيه بجد ممكن خلايا سرطانية تبدأ تتسلل وتنساب وتدخل داخل الحاجز الموجود ما بين المشيمة والحبل السري وتنتقل إلى الجنين ففيه بعد بعد سنوات من العمر تزهر ولا هي كانت أميون وحصن حصين تمنع كل المشاكل دي هل لهذا العالم الخفي داخل الرحم هل هو حالم خالي تماما من الشوائب والجرسيم والمالكوربات وإن كان بعض الخلايا اتخذت والسائل تحلل وتأكد أنه كان فيه بعض المواد والمايكروبس الموجودة والبكتيريا هل هي وظفتها عضوية وكانها بتشتغل وتطلع هرمونات معينة الهرمونات المختلفة لسواء اللي كان نمو الجنين وكانها بتطلع هرمونات الجروث فاكتورز والهرمونات اللي تساعد على النمو هل بتطلع البروجيسترون اللي بيملع انكباض الرحم وبالتالي عدم طرد الجنين هل بتدي مؤشرات أولية أن وجود حمل من عدمه لما بتطلع الهيومان كوريون الجنادودروفين أو هرمونات الحمل فبتأكد ما نيجي نعمل اختبار في اليوم السابع أو العاشر من بعد الامبلانتيشن أو الانغماز فنطلع النموجة فنقدر نقول إنه في حمل هل كمان إنها بتستفز الجسم الأصفر أو اللي بقى الجسم الأحمر اللي هو كان الجسم الأصفر للتبويض فبتطلع منه هرمونات الاستيروجين والبروجيسترون طب هرمونات البروجيسترون اللي بيطلع من المشيمة وعرفنا إنهو بيعمل عدم انكباض للرحم وبالتالي عشان ميحصلش طرد مبكر للجنين طب هرمونات الاستيروجين دوره إيه؟ هرمونات الاستيروجين التاني اللي كان بيطلع موجود وكنا بنقول لما بيحصل من الميت سايكل والتبويض يبقى عالي ولقى الاي طو عالي عشان نقول البوادات نتجة وكويسة طب بيزيد أضعاف مضاعفة أكتر من 30 ضعف في الأم الحامد ليه؟ عشان يضلع يعمل نمو للرحم اللي بيجبر عشان يعمل نمو كمان للجنين اللي موجود عشان يعمل نمو كأنه جزء كمان من المشيمة يعني كأن فيه سلسلة من الأحداث المطلحقة والأسرار المتركبة والمشتبكة اللي في الآخر خالص لإتمام عملية الحمل وإخراج جيد لجنين مكتمل نموه هل لما بتطلع بعض الهرمونات اللي موجودة زي اللاكتوجين موجودة من المشيمة وبالتالي تساعد على نمو الجنين وتتأثر ببعض العوامل زي ما كون الضغط مرتفع فتقل هذه الهرمونات وبالتالي يبقى حجم الجنين قليل أو إنها تبقى مفرطة زي حالات السكر وبتخلي في الماكروسومي والبيبي أكبر في حجمه قد إيه كل شيء خلقناه بمجدار زي ما ربنا بيقول فلما المجدار يقل أو يزيد يؤدي إيه لمشاكل أخرى إمتى المشيمة تبقى موجودة ويحصل لها بعض الأمراض الموجودة الأمراض وإحنا عرفنا إن المشيمة والتحقها والتحامها وديالوجاتها ما بينها وبين الرحم ليه اخترت المكان الموجود ده وإحنا بنقول ده المكان البربر أو المكان الأمسة لالتصاق المشيمة في الرحم وبالتالي يبدأ الدورة دموية لموجودة اللي تبقى موجودة في البداية طب الضخ الدم اللي موجود في الرحم ضخ الدم اللي بيبقى داخل بعنف إزاي يقدر يخش في الفيلس البسيطة دي وما يفجرهاش هل في مكانزمات وفلفات بشكل معين تساعد على إن كمية ضخ الدم اللي موجود يخش بإنسبية بشكل معين هل حد يتخيل إن في نهاية الحمل ضخ الدم في الدقيقة الوحدة من حوالي 500 إلى 700 مليليتر في الدقيقة الوحدة بيخشه في الدورة النموية بتاعت الجنين إزاي إن يحصل ده لغاية لما يوصل إن نهاية الحمل ولما بعد كده تخش الأم في الولادة بتخش إزاي زي من ماشي ما بتطلع كورتزينات وكورتزون بشكل أو بآخر يوصل لغاية فوق للمخ ويبدأ بعد كده يبدأ يطلع بعض الأكستوسينز أو المواد اللي بتحصل فيها إنكباض للرحم وتبدأ بداية الولادة اللي فيها برضو تفسيرات غمضة إمتى الولادة بتتم وإمتى يبدأ البداية ويمدأ بعد كده كيس الميا اللي يبدأ يحصل فيها تحلل وتآكل عشان ينفجر كيس الميا وتبدأ رحلة الولادة رحلة الولادة الطبعية اللي مرور البيبي براسه من خلال فتحة المهبن وراه الأول مرحلة الأولى ينفتح عنق الرحم بعد انفتاح عنق الرحم ينزل راس البيبي بعد نسر راس البيبي ينزل الحبل السوري بعد الحبل السوري يحصل تراكشن للمشيمة تراكشن و LIKE بالشن للمشيمة تترد المشيمة كان زمان بتترد المشيمة من تلقاء حالها كان زمان لما البيبي بيتولد والحبل السوري بيتولد يسوب الأم من غير قطع المشيمة زيها زي كل المامل والساديات لما بتروح تشوف في عالم المامل زي الساديات زرافة غزالة أنس أسد اي نوع من الممل زوساديات بتنزل البابي وبعد كده الحبل السري ويا اما امه تساعده يا اما من تلقاء نفسه ينسلخ الحبل السري